نهر ده كابتن محمد رمضان عمل جلسة مع لعبي النادي الآلي في أول مران للفريق بعد انتهاء فترة الرجل وده كان اللقاء الأول ما بين كابتن محمد رمضان واللعبين كابتن محمد رمضان خلال الجلسة قال لهم وأكد لهم عشان الكلام الكتير اللي بيتقال مارس الكولر هو المدير الفني مسؤول عن الملعب بالكامل وقال إن فيه ليحة أنا اللي هبقى المسؤول عنها بالكامل العدل والالتزام هيكون مع كل اللاعبين وده المبدأ اللي هيطبق مع الجميع قال لهم إن المشاعر في العمل بتضر بتضر الجميع يعني وإحنا كلنا علينا إن إحنا نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها قال لهم لاعب الكرة دايما لابد أن يلتزم وقال لهم بقى النقطة المهمة السهر يكون في حدود في حدود وكل لاعب ملزم تماما إنه يبقى ملتزم حفاظا على اسمه وسمعة ناديه قال لهم كمان عشان دي برضو من الحاجات اللي بتالها الكابتن محمد رمضان أنا مش جزار قال لهم أنا مش جزار أنا هدفي بس وضع النظام نمشي عليه كلنا من أجل الصالح العام وصالح الفريق ده كلام الكابتن محمد رمضان للعابي النادي الأهلي النهاردة دي حكاية